السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده بناسبة ان قناة بيم اربيا على اليوتيوب عدت 3000 فيديو. يعني بشكر جميع الناس اللي يعني شجعوني والناس اللي شاركت في القناة او شهدت القناة او عملت فيدباك او قالت لأي نصيحة يعني اللي هو مالف شكر. الفيديو ده بش نتكلم على القناة او هنتكلم عن حاجة خالص. بس احنا نتكلم على ان اي حاجة كبيرة بتتكوى من خطوات صغيرة. يعني لو واحد قال ان عايز احفظ القرآن هو شيد راحفظ القرآن بين يوم وليلة. يعني لازم نقسم بيقول ايه? انا هاحفظ كل يوم اه صفحة هاحفظ كل يوم عشر ايات وهكذا. يبدأ واحدة واحدة. وما يقولش ايه ده? يعني هي الصفحة دي هي اللي تبقى. هي الصفحة دي هي البداية. او لو حفظ كل يوم اية ايتين تلاتة دي في البداية. الحاجات الكبيرة جدا بتتكوى من خطوات صغيرة. كل مشروع بقى فيه ايه تقسم الاجزاء والاجزاء تتقسم الاجزاء والاجزاء تتقسم الاجزاء والاجزاء تتقسم الاجزاء. work breakdown structure بحس انه عندنا اجزاء صغيرة. هي الاجزاء الصغيرة دي هي اللي بيكون منها المشروع العملاق كبير جدا. فأي واحد عنده حلم كبير لازم يبدأ يقسموا الأجزاء يبدأ فيه من النهاردة يعني لو بيفكر مثلا ياخد دكتوراه يبدأ يشوف ايه لخطوات ويبدأ خطوة خطوة ممكن خطوة مثلا هو يتعلم انجليزي الخطوة الاولى مثلا لان هو يبدأ يكتب مثلا بيبر او مقترح للبحث. المهم ان احنا نبدأ النهاردة وما تأجلش البداية بتاعتك اليوم تاني ابدأ النهاردة خلي هدفك كبير ابدأ بخطوات صغيرة خلي الهدف قدامك ومكتوب يكون واضح ويكون في النهاية هدفه النهائي رضا رباني سبحانه وتعالى الايان كان الهدف المباشرة بس بعد كده هو الهدف الاساسي او الهدف الرئيسي اذا الله من خلال بقى ان انت تساعد الاخرين من خلال ان انت بتعمل حاجة تفيد اهل حي ويكتفيد الفقرات في الناس اللي بتطبع علمي المهم في الاخر يكون رضا سبحانه وتعالى سستاخد عليه اجر في الدنيا وفي الاخر ان شاء الله